في العراق منذ عام 2003 من خلال المؤتمرات الدولية والزيارات الإقليمية أن تطفي على نفسها شيئا من الشرعية في وقت يعيش فيه العراق أوضاعا سياسية واقتصادية مزرية وسط رفض شعبي لتلك الحكومات وأحزابها الفاسدة في ظل هذه الأجواء انعقد مؤتمر دول الجوار في بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية وغير العربية والمنظمات الإقليمية لبحث ملفات سياسية وأمنية وشراكات اقتصادية مراقبون قللوا من أهمية المؤتمر واعتبروه امتدادا لمؤتمرات سابقة لم تنفذ أي من قراراتها نتيجة للصراعات الداخلية وغياب السيادة الوطنية للعراق المشاركون في المؤتمر دعوا إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وجعله ساحة للنزاعات والحروب مع أن المؤتمر يعقد في وقت تهيمن فيه إيران وميليشياتها على العراق ومقدراته فيما تعجز حكومة الكاظمي عن الحد من هذه الهيمنة وسط توترات وتساؤلات لدول الخليج العربي حول ما إذا كان العراق سيكون دولة مستقلة أم سيبقى تحت النفوذ الإيراني بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية فيما رأى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التوترات الإقليمية أضرت بالعراق وأنه آن الأوان لأن تمحى الطائفية من قاموس المنطقة داعيا إلى دعم وجود عراق مستقر وذي سيادة ومنع التدخل في شؤونه الداخلية البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق لم يتمخض عنه أي إعلان لقرارات تهم مصير العراقيين وأزمتهم المستمرة بل وصفته هيئة علماء المسلمين في العراق بأنه لقاء يهدف لتلميع صورة حكومة الكاظم الحالية وتمكينها من ولاية ثانية ولفتت الهيئة إلى أنها كانت وما زالت داعمة لكل الجهود الدولية والعربية الساعية إلى إخراج العراق من واقعه المأساوي وإنهاء الاحتلال الأمريكي له وتخليصه من مخالب النظام الإيراني إلا أن هذا المؤتمر لن يحقق شيئا من ذلك بل يعزز من فرص ترسيخ الاحتلال الإيراني للعراق وتماديه في التدخل بشؤون دول المنطقة في ظل سيطرة الميليشيات على القرار في العراق